السلام عليكم النهاردة هنتكلم عن قصة حياة الفنان الجميل محمد صبحي اللي جدام لنا أروع المفرحيات الكومودية والمسلسلات الدرامية والأفلام السينمائية تعالوا النهاردة نتعرف على حياته الشخصية وحياته الفنية واسمه وتاريخ ميلاده وحياته كمان العائلية اسمه بالكامل محمد محمود محمد صبحي اتولد 3 مارس سنة 1948 في منطقة أرض شريف بالقرب من شارع محمد علي وكان ينطلق عليه شارع الفن كان يوجد به العديد من المسارح ودور السينما وكان منزل أسرة محمد صبحي يقع أمام دارين شهرين للسينما في الوقت ده هما سينما الكارنك وسينما برد السيفي وكانت دي فرصة جيدة للطفل الصغير ليتابع جميع الأفلام اللي كانت بتتعرض في السينما الدين والده كان يمتلك مكانة لعرض الأفلام فكان بيسمع كل الأفلام اللي بيعرضها أبوه اخرج محمد صبحي من المحهد العالي للفنون المسرحية كسم التمثيل والإخراج بتقدير امتياز سنة 1970 الأمر اللي أهله أنه هو يشتغل معيد بالمحهد ولكن محمد صبحي ترك التدريس وأسس استيديو للتمثيل وكان معرفيك حياته في رحلته الفنية الكاتب المسرحي لينين الراملي اللي تخرج من نفس دفعة محمد صبحي بدأ حياته الفنية محمد صبحي في أوائل سنة 1968 بدأ صبحي العمل في أدوار صغيرة ككمبرز فعدد من المسرحيات أمام مين؟ أمام كبار النجوم مثل صلاح منصور وفؤاد المهندس وحسن يوسف ومحمد عوض ومحمد نجن ومحمود المليجي وعبد المنع مدبولي وجال عليه عبد المنع مدبولي أن محمد صبحي أول بدايته كان فنان ناضج ما كانش ينقصه أي شيء كان فنان دارس وفاهم وكامل كل الأدوات وفي سنة 1980 تيجي الانطلاق القبرى لمحمد صبحي كون محمد صبحي فرجة ستوديو 80 مع صديق عمره لينين الراملي ليشهد الوسط المسرحي مولد سناء شاب درس للمسرح ولديه رغبة في إثبات الزاد فقد نجح الثنائي لينين ككاتب ومحمد صبحي ممثل ومخرج في أغلب الأوجات في تقديم مجموعة من أنجح مصرحيات هذه الفترة مما جعل البعض أن هما يشوفوا فيهم امتداد للثنائي نجيب الرحاني وبديع خيري ومن بين العروض والمصرحيات اللي قدمها محمد صبحي في مصرحية الجوكر وانت حر والهامجي والبغبغان ومصرحي التخريف وبدأت علاقة محمد صبحي بالتلفزيون لما جدم مسلسل فرصة العمر في منتصف السبعينيات وابتعد بعدها فترة ورجع تاني سنة 1984 من خلال مسلسل الشهير رحلة المليون أحجج المسلسل ده نجاح باهر وفي بداية التسعينيات جدم مسلسل سنبل وفي سنة 1994 بدأ صبحي في تقديم شخصية ونيس من خلال مسلسل حمل اسم يوميات ونيس في تمن أجزاء وفي منتصف الألفية الجديدة جدم عدد مسلسلات أهمها مسلسل فارس بلا جواد ومسلسل رجل غني فجير جدا وفي سنة 2009 عاد الفنان القدير محمد صبحي لشخصية ونيس من جديد أناما بالنسبة لحياته العائلية اتجوز محمد صبحي مرة واحدة بس في حياته من الفنانة الراحلة نيفين رامز من أسرة رضا أنجب منها ولدين كريم مهندس كمبيوتر ومريم خريجي التجارة إنجليزي ومن أغرب الحاجات اللي حصلت في حياة محمد صبحي لما كان في رحلة لبريس التقى بالدكتور الإنجليزي ويليام ويكين جهام الحاصل على الدكتوراه في المسرح المصري وكان في الوقت ده عارف كل حاجة عن محمد صبحي وبداياته الفنية وكان معجب بأسلوبه لدرجة أنه عرض عليه أنه يعمل مسرحية على أشهر مسارح لندن للجليات العربية هناك مقابل إيه؟ مقابل أجر مغري وعربية وعديد من الامتيازات ولكن محمد صبحي رفض العرض ده لأنه كان ارتبط مع المخرج جلال الشرجاوي شفهيا بدون أي توقيع أي عقود للتقديم مصرحية الجوكر في القاهرة رفض محمد صبحي العرض ده علشان ينفذ وعده للمخرج جلال الشرجاوي هي دي كانت قصتنا وحكايتنا عن الفنان الجميل المتقلق دائما محمد صبحي لو عجبكم الفيديو ما سيبخلوش علي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل مهوى جديد من فيديوهاتنا شفو الشيكو على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته